أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد قاد رحمه الله فيتعين رجوع إلى الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين والتخير قلنا أن المرجع الأخير بعد تلك الأدلة السابقة التي توقف المصنف رحمه الله فيها السيد الشارح توقف بالإجماع نفى الإجماع ونفى دلالة الروايات قال أن الروايات متعارضة ونفى دلالة السيرة العقلائية ونفى دلالة السيرة المتشرعية وعدم ثبوت السيرة المتشرعية وأيضا نفى الاستصحاب استصحاب الحجية واستصحاب الحكم العقل الواقعي وكذلك استصحاب الحكم الظاهري فلم يبقى لدينا إلا الرجوع إلى الأصول العقلية والأصل العقلي ما الذي يقتضيه قال عندما نرجع إلى الأصل العقلي عند المفاضلة بين الأفضل وغير الأفضل بين الفاضل والمفضول بين الأعلم وغير الأعلم عندما يدور الأمر بينهما يكون الأعلم متيقن الحجية معلوم الحجية يقينا أنه مشمول بدليل الحجية ولكن غير الأعلم محتمل الحجية يحتمل أن يكون ماذا يحتمل أن يتخير المكلف في التقليد بين تقليد الأعلم وتقليد غير الأعلم ويحتمل أن يجب عليه تقليد الأعلم بالخصوص ولا يجوز تقليد غير الأعلم هذا الاحتمال وارد فإذا دار الأمر بين معلوم الحجية ومحتمل الحجية يقولون أن القاعدة تقتضي تقديم معلوم الحجية والعمل بمعلوم الحجية عندما يدور الأمر بين التعيين والتخيير يتعين العمل بمقتضى أصالة الاحتياط يتعين العمل بماذا بالتعيين بالمعين طيب ما هو المعين من هو المعين في المقام في محل كلامنا المعين في محل كلامنا هو رأي الحي لأن الحي يقينا أنه مشمول بأدلة الحجية الحي المساوي للميت في العلمية ولم يحصل تقليد من المكلف لأي منهما الإنسان البالغ حديثا المستبصر حديثا الذي يريد التقليد حديثا لم يقلد لا الميت ولم يقلد الحي حينئذ لم تكن هناك حجة في حقه من أحدهما لم تثبت الحجة السابقة من أحدهما فلا مجال لاستصحاب الحكم الظاهري ولا مجال لاستصحاب الحكم الواقعي ولا مجال لاستصحاب الحجية وغير ذلك ما تقدم إذن يتعين عليه ماذا عقلا يتعين عليه عقلا أن يرجع إلى من هو أعلم يرجع إلى من هو أعلم من هو أرجح أو أعلم إما أن يكون أعلمية لكن نحن الآن فرض المسألة هو الآن فرض الأول فرض المسألة هو التساوي لكن أحدهما حي فهو معلوم الحجية والآخر ميت محتمل الحجية وليس معلوم الحجية وعلى هذا الأساس نقول بأنه يتعين تقليد من؟ تقليد الحي ولا يجوز تقليد الميت ومن هنا يتضح الفرق يقول هكذا السيد يقول يتضح الفرق بين تقليد الميت بقاء كما سبق في الأبحاث السابقة وبين تقليد الميت ابتداء الآن يريد ماذا أن يقلد الميت التقليد الابتدائي فيه ماذا؟ فيه هذه المطعنة فيه هذه المشكلة فيه هذا الخلل أن التقليد الابتدائي يكون من قبيل الحال يكون الحال فيه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير عندما يدور الأمر بين التعيين والتخيير يحكم العقل بلزوم التعيين يحكم بلزوم الاحتياط باختيار ماذا؟ التعيين لأن المتعينة مجزن قطعا تقليد الحي مجزن قطعا ولكن تقليد الميت غير معلوم الإجزاء غير معلوم أنه ماذا؟ أنه يحقق المطلوب ويحقق الواجب ويؤدي إلى الإجزاء وإلى الاكتفاء شرعا فعلى هذا الأساس نقول بأنه لا بد من تقليد الحي وأيضا هناك خصوصية ومائز مهم بين التقليد البقائي والتقليد الابتدائي في التقليد البقائي كان عندنا حكم سابق كان عندنا شيء قابل للاستصحاب حجية مثلا أو حكم ظاهر ثابت في الذم الآن نستطيع استصحابه ولكن في التقليد الابتدائي لم يوجد هذا الحكم الظاهري السابق من خلال فتوى هذا المجتهد لأنه لم يقلد هذا المجتهد فليس بحجة عليه أصلا لم يكن في حال من الأحوال حجة عليه فحين ذهن ماذا نستصحب الاستصحاب إنما يكونوا إبقاءا لما كان واضح فعلى هذا الأساس هناك فارق بين التقليد الابتدائي وبين التقليد البقائي في هاتين الجهتين قال رحمه الله فيتعين الرجوع إلى الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين والتخيير حيث يعلموا بجواز الرجوع إلى الحي ويشكوا في الميت إذن الرجوع إلى الحي متيقن الحجية الرجوع إلى الحي متيقن الإجزاء ولكن الرجوع إلى الميت محتمل الإجزاء فربما أكون مخيرا أنا إذا كان مكلف هكذا يقول المكلف يقول ربما يجزي في حقي أن أقلد هذا المرجع الحي أو أقلد ذلك المرجع الميت ربما يكون هذا مجزيا ولكن المتيقن إجزاء تقليد الحي وإذا كان كذلك حين يجب عليه أن يقلد الحي عقلا قال فيتعين الرجوع إلى الأصل العقلي عند الدوران بين التعين والتخيير حيث يعلم جواز الرجوع إلى الحي ويشك في الميت فإن الحكم العقلي في مثله الاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجية من هو معلوم الحجية؟ هو رأي الحي معلوم الحجية هو رأي الحي ومن ذلك تعرف الفرق بين تقليد الميت ابتداء واستمرارا بقاءا هناك فرق بين التقليد الابتدائي والتقليد ماذا؟ البقائي الاستمراري يقول وأنه في الأول التقليد الابتدائي لا يقين بثبوت أمر شرعي سابقا كي يجري الاستصحاب فيه إذن هذا الحكم لم يكن ثابتا في حق المكلب هذا المقلد الذي يريد الآن أن يبدأ بالتقليد لم يعلم بأن هذا الحكم الظاهري وجوب القصر مثلا لم يكن ثابتا في حقه لا يعلم بأنه كان ثابتا في حقه بينما في التقليد البقائي هو يعلم بأن هذا الحكم كان ثابتا في حقه ويشك بسبب الموت أنه زال هذا الحكم أو لم يزل واضح؟ فيمكن ماذا؟ يمكن استصحاب بقائه نعم بخلاف الثاني لليقين بثبوت الحجية سابقا أو الحكم الظاهري على الكلام في عملية الاستصحاب كيف نستطحب نستطحب الحجية أو نستطحب الحكم الظاهري كما هو الأقرب بنظر الشارع رحمه الله فيمكن جريان الاستصحاب به إذن هناك فارق بين التقليد الابتدائي لا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب والتقليد الاستمراري يمكن أن يجري فيه الاستصحاب لاحظتوا هكذا هناك فرق بين التقليد الابتدائي والاستمراري التقليد البقائي والاستمراري يجوز ماذا يجوز الاستصحاب فيه يصح الاستصحاب فيه بينما التقليد الابتدائي لا يصح الاستصحاب فيه بعد الفارق الثاني وأن الشك في الأول بين التعيين والتخير لأنه إما أن يكون الحي متعينا إما أن يكون الحي هو المتعين وإما أن يكون الحي جائزا كما يجوز تقليد الميت يجوز تقليد الحي ويجوز تقليد الميت. فإذن يدور أمر تقليد الحي بين حجيتين إما حجية تعيينية وإما حجية تخيرية ويدور أمر تقليد الميت بين حجية ولا حجية إذا كان اللازم هو التعيين كان تقليد الميت ليس بحجة إذا كان اللازم هو تقليد الحي كان تقليد الميت غير جائز وإذا كان تقليد الحي جائزا على نحو التخيير فحينئذن يجوز تقليد الميت أيضا على نحو التخيير إذن يدور أمر ماذا يدور أمر فتوى الميت بين الحجية وعدم الحجية وكلما دار الأمر بين الحجية وعدم الحجية ماذا حينئذن يسقط هذا الدليل يعني في حقيقة الأمر نحن نشك في الحجية يعني عندما يدور الأمر بين الحجية وعدم الحجية يعني يحتمل عدم الحجية يعني إذن الحجية ليست محرزة الحجية ليست متيقنة بينما في الطرف الآخر تقليد الحي مجز وحجة على كل تقدير لأنه إذا كان حجية إذا كانت حجيته تخييرية فهو حج إذا كانت حجيته تعيينية فهو حج أيضا واضح بخلاف الثاني فإن احتمال التعيين يعني التقليد البقائي التقليد البقائي بخلاف الثاني فإن احتمال التعيين موجود في كل من الميت والحي باعتبار أن في تقليد الميت امتياز أنه سبق تقليده أنه كان حجة أنه سبق تقليده وأنه سابقا كان حجة فيمكن استصحاب وإبقاء هذه الحجية إذا هذا امتياز في ماذا في الميت وهناك امتياز في الحي واحتمال تعيين في الحي وهو أنه حي لأن الحياة امتياز بخلاف الموت الموت يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون مانعا من التقليد يمكن أن يكون ضارا بعملية التقليد يمكن أن لا يكون مجزيا واضح؟ قال فإن احتمال التعيين موجود في كل من الميت والحي ولما كان احتمال التعيين موجودا في كليهما حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة التخيير عندما يدور التعيين بين الطرفين معا يعني في هذا يوجد احتمال تعيين ومائز ومرجح وفي الطرف الثاني يوجد مرجح آخر يعني كل واحد من الطرفين فيه مرجح وفيه ماذا؟ وفيه عدم مرجح فيه رجحان وفيه مرجوحية فهو من جانب راجح لأنه مثلا نفترض الميت تقليد الميت راجح لأنه سبق تقليده فإذن بينما الحي لم يسبق تقليده فإذن يصبح مرجوح من هذه الناحية الحي أيضا راجح لأنه الآن حي صفته أنه حي بينما الميت صفته أنه ليس بحي فإذن هذا واجد لرجحان والآخر واجد لرجحان آخر قال ولأجل ذلك كان الأصل العقلي التعيين في الأول دون الثاني يعني يلزم التعيين في التقليد الابتدائي لابد من البناء على التعيين وأصالة التعيين وأصالة الاحتياط التي تلزم بالتعيين في ماذا؟ في التقليد الابتدائي يعني يلزم أن نقلد الحي ولا يصح أن نقلد الميت بحكم العقل لا يكفي لا يجزي بحكم العقل أن نقلد الميت واضح دون الثاني لأنه في التقليد البقائي ليس كذلك بل الرجحان موجود في التقليد البقائي للميت أيضا هو فيه أيضا رجحان كما قلنا قال بل المرجع فيه التخيير بعد الإجماع على عدم وجوب الاحتياط لأن عندنا هذه النقطة الأساسية المهمة جدا وهي أنه لا يجب الاحتياط فإذا كان لا يجب الاحتياط ولدينا إجماع على أن الحجية موجودة في إحدى هاتين الفتويين حين يجوز لك أن تقلد أحدهما على سبيل التخيير أنه لا مرجح هذا يحتمل فيه التعيين ذاك فيه يحتمل فيه التعيين حين يجوز لك أن ترجح أحدهما من تشاء تقلد من تشاء منهما هذا كله مع تساوي الميت والحي في الفضيلة كيف هناك هناك بحثنا في التقليد البقائي في مسألة ما إذا كان المجتهدان متفاوتين في ماذا في العلمية يكون أحدهما أعلى من الثاني أو كان متساويين في صورة التساوي قلنا ماذا في التقليد الابتدائي قلنا أنه في صورة التساوي يترجح قول الحي ولكن في التقليد الابتدائي إذا كان رأي الحي هو الأعلم إذا كان الحي هو الأعلم يجب تقليده بلا إشكال لأن فيه رجحان من جهة الحياة وفيه رجحان من جهة الأعلمين فلا إشكال في وجوب تقليده أما إذا كان الأعلم هو الميت إذا كان الأعلم هو الميت فقد يقال بماذا بجوازي تقليد كل منهما لأن بناء العقلاء جار على ترجيح على ترجيح الأعلم سواء كان حيا أم ميتا كما سبق وبينناه في دروس سابقة فنقول أنه بناء على هذا الأساس في التقليد الابتدائي يكون المترجح هو ماذا؟ تقليد الميت إذا كان هو الأعلم إذا كان الميت هو الأعلم يجب تقليده حين الذين لكن يقول السيد رحمه الله هنا تواجهنا مشكلة وهي أن أكابر الأصحاب تكثر منهم واستفاض وتعدد نقل الإجماع لا نستطيع أن نقول استفاض ولكن على كل حال كثر نقل الإجماع حتى كأنه صار قضية مسلمة حتى كأنهم تسالموا على ذلك كأنه اعتبروا عدم جواز تقليد الميت ابتداء من الواضحات من المسلمات من متبنيات ومتفردات الإمامية أن أصحابنا بخلاف ماذا؟ العامة العامة بنوا على جواز التقليد الابتدائي للأموات إلى الآن يقلدون من؟ يقلدون إلى أم الأربعة ما عندهم مشكلة في ذلك لأن تقليد الميت ابتداء يجوز عندهم نحن عندنا هذه الحالة غير موجودة الحالة المتعارفة هي تقليد الأحياء وليس تقليد الأموات واضح؟ فحينئذ يقول عندما نلاحظ هذه النكتة وهذه الحيثية عندما نراجع كلمات العلماء وأكابر علمائنا أعاظم علمائنا المتسمين بالتقوى بالوراع بالدقة بالأمانة بالموضوعية بالابتعاد ماذا؟ عن المحرمات الابتعاد عن الكذب في مثل هذا الموضوع المهم والخطير يبتعدون ماذا؟ يجتنبون ويتورعون عن الشبهات فضلا عن صريح المحرمات فحينئذ مثل هؤلاء العاظم كيف نقول بأن نقلهم للإجماع ليس بحجة يعني تارة يكون نقل الإجماع من شخص ثقة عادي وتارة يكون نقل الإجماع من مثل هؤلاء الذوات الطاهرة مثل هؤلاء العاظم مثل هؤلاء مثل هؤلاء ماذا؟ الأكابر أكابر المذهب رضوان الله تعالى عليهم فحينئذ مثل صاحب الجواهر مثلا صاحب الجواهر ماذا يقول؟ في تعبيره يقول وجعله مفروغا عنه بين أصحابنا عند أصحابنا إذا كان مفروغا عنه يعني قضية مسلمة قضية منتهم منها لا خلاف فيها كأنه لا خلاف ولا نزاع ولا شك ولا ريب فيها فحينئذ مثل هذا النقل العميق وأيضا استعرض بعض الفقهاء أقاويل وماذا ونقولات الإجماع المتعددة فهذا كله يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هذا النقل نقل كثير نقل متعدد فحينئذ يورث الأطمئنان الإنسان إذا حصل لديه الأطمئنان بحصول الإجماع حينئذ هذا الإجماع يكون ماذا؟ يكون حجة عليه ويلزم أن يعمل على أساسه نحن نستطيع أن نضيف إلى كلام إلى كلام السيد رحمه الله نقول أنه حتى لو أننا شككنا في تحقق الإجماع لو شككنا في تحقق الإجماع الذي يريد أن يمنع عن هذا الإجماع ما هو؟ بناء العقلاء بناء العقلاء إنما يكون حجة مع إحراز عدم الردع الشرعي مع إحراز عدم الردع الشرعي لاحظوا جيداً مع إحراز عدم الردع الشرعي عندما نلاحظ هذا الخلاف العظيم هذا الإجماع المدعاء يعني الدعوات الكثيرة الإدعاءات الكثيرة بتحقق الإجماع على عدم تقليد الميت ابتداءاً حتى لو كان أعلم لما تكون بها الكيفية وبهذه الطريقة حينئذ كيف نحرز عدم الردع الشرعي عن هذا البناء العقلاء ربما يكون هذا بنفسي هي هذه السيرة البنائية وعمل المؤمنين من خلال أقوال العلماء المتسالم عليه على عدم تقليد الميت ابتداءاً هذا المقدار قد يكون ردعاً عن هذا البناء العقلاء لا نستطيع أن نبني على هذا البناء العقلاء وأن نتمسك بهذا البناء العقلاء لا مجال نتمسك به فإذن يمكن أن نضيف شيء إلى ما أفاده رحمه الله وللبحث بقية طبعاً إن شاء الله في مباحث أعلى قال هذا كله مع تساوي الميت والحي في الفضيلة أما إذا كان الميت أعلم فمقتضى بناء العقلاء زوموا تقليده تعييناً وليس ما يوجب الخروج عنه إلا حكاية الإجماع على المنع عنه فقط إجماع محكي لأننا لا نستطيع تحصيل أقوال جميع العلماء نبحث عن العلماء واحداً واحداً ما الذي قاله في هذه المسألة لا نستطيع صعب علينا إحراز أقوال جميع العلماء من الأولين إلى ماذا إلى الآخرين فإذن ليس عندنا إلا حكاية الإجماع إجماع محكي إجماع منقول فقط فقد حكاه غير واحد عليه كما في الجواهر وجعله فيها في الجواهر وجعله فيها مفروغاً عنه بين أصحابنا وقد تعرض في تقريرات درس شيخنا الأعظم رحمه الله لكلماتهم في حكاية الإجماع على المنع ولعل هذا المقدار كاف في رفع اليد عن بناء العقلاء على وجوب الرجوع إلى الأفضل صحيح البناء العقلاء موجود الناس العقلاء يرجعون إلى الأفضل يرجعون إلى الأعلم إلى الأكثر ماذا معرفتين وأكثر ماذا خبرتين يرجعون إليه سواء كان حياً أم ميتاً فإن الحاكين للإجماع وإن كانوا جماعة خاصة لكن تلق الأصحاب لنقلهم له بالقبول الأصحاب تلقوا بالقبول وافقوا لم نجد أن الأصحاب شككوا في هذا الإجماع لم نجد أن الأصحاب ترددوا في العمل بهذا الإجماع من دون تشكيك أو توقف من أحد وتسالمهم على العمل به هذا أيضاً يعضد هذا النقل للإجماع يوجب صحة الاعتماد عليه بعبارة أخرى يحصل لدينا وثوق بتحقق الإجماع يحصل لدينا وثوق بتحصيل الإجماع كأنما نحصل الإجماع بالقرائن لا نحصله بالتفصيل نعرف رأي العالم الفلاني فلان الفلاني قبل مئتي سنة لا نستطيع إحراز رأيه ولكن من خلال هذا التلقي لو كان هناك مخالف لذكر لو كان هناك من يخدش في هذا الإجماع لذكر واضح هكذا قال ولا سيما مع كوني نقلت الإجماع المذكور من أعاظم علمائنا وأكابر فقهائنا ولهم المقام الرفيع في الضبط والإثقان والتثبت قدس الله تعالى أرواحهم ورفع منازل كرامتهم ورفع منازل كرامتهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء فعلى هذا الأساس كأنه نحن يستظهر السيد رحمه الله يستظهر ماذا؟ يستظهر تحقق الإجماع فكأنه قد أحرز الإجماع أطمئن بتحقق الإجماع أو وثق بحصول الإجماع أو تيقن ربما تيقنا شخصيا يقينا شخصيا وجدانيا بتحقق هذا الإجماع طيب الآن إذا تحصل هذا الإجماع فبهونان لأن الإجماع حجة وإذا كان هناك إجماع الإجماع يمنع من العمل ببناء العقلة الإجماع على مخالفة بناء العقلة يكون رادعا عن بناء العقلة يكون مانعا عن العمل ببناء العقلة بلا إشكال لأن الإجماع حجة حجة شرعية مجعولة من الله سبحانه وتعالى بحسب مفاد الأدل وعلى هذا الأساس نقول إذا ثبت الإجماع حين ذنب يسقط بناء العقلة طيب إذا الآن شككنا في تحقق الإجماع ولكن وهذا الإجماع الكثير المدعى كثيرا ماذا والعمل الكثير من الأصحاب هذا العمل الكثير والتسالم والتباني والمفروغية عن هذا الحكم ماذا الذي يتبناه الشيعة الإمامية هذا المقدار من التباني وهذا البناء الكثير والعميق على العمل ماذا بآراء الأحياء وإهمال رأي الميت ولو كان أعلم هذا في حقيقة الأمر لا أقل لا أقل يشككنا في الإمضاء الشرعي ونحن نحتاج في بناء العقلاء إلى إمضاء شرعي إلى إحراز الإمضاء الشرعي لهذا البناء العقلاء وحيث أن هذا التسالم من قبل العلماء أكابر الفقهاء أكابر الطائفة بل إدعاء الإجماع من كثير منهم أيضا علاوة على العمل يوجد إدعاء إجماع من كثير منهم حينئذ كيف يمكن الإحراز كيف يمكن اليقين بأن هذا البناء العقلائي ممضى من الشرع نستطيع بعد هذا الإحراز لا نستطيع فيمكن تكملة هذا الدليل بهذا البيان والله العالم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد